لا يوجد فيلسوف يحترم التفكير العلمي يستطيع أن يقرر أنه لا يوجد إله لسبب بسيط أن العلم يقوم على التجربة وأن يستطيع الشخص أن يقول لا يوجد إله هذا يعني شيء بسيط أنه قام بتجاربه على كل الكون واستطاع أن يبحر ملايين السنين الضوئية في أرجاء الكون الفسيح وفحص الكون جزءا جزءا ولم يجد الله فأتان بخلاصة تجربته ليقول لا يوجد إله لذلك فإن ريتشارد دوكنز أشهر الملحدين المعاصرين قال لا يمكن أبدا أن أكون علميا بصورة مطلقة إذا قلت أنني ملحد الإلحاد فلسفة تنبع من أسس أخلاقية وليس من أسس علمية بناء على العلم لا يستطيع العلم أن يقرر عدم وجود إله بل على العكس لو كنا حسن النية وكنا صادقين في بحثنا لو وجدنا أن العلم يؤكد وجود الإله وليس العكس لكن الفلسفة تنطلق كثيرا من أسباب أخلاقية وليس من أسباب علمية الأسباب الأخلاقية ببساطة أبسطها وأهمها وأخطرها أن الإنسان للأسف الشديد في رحلة استقلاله عن الله لا يريد أن يكون هناك رقيبا أو حسيبا يريد أن يكون هو الله فلكي ما يكون هو إلها رفض وجود الإله لكني أطرح على الضمائر التي ترفض وجود الله هذه الأسئلة كيف تفسر وجود هذا الكون؟ وكيف تفسر هذا الفاين تيونينغ هذا الانضباط العجيب في هذا الكون ليصلح للحياة البشرية؟ وكيف تفسر وجود كائن أخلاقي هو الإنسان؟ إذا لم يكن انعكاس لكائن أخلاقي أعظم هو الإله؟ وكيف تفسر هذه الخبرات العاقلة والواعية عند ملايين المؤمنين الذين دخلوا في علاقة مع الله وسجلوا هذه الخبرات؟ ثم كيف تفسر قصة يسوع المسيح مولده العذراوي وموته وقيامته الأمور التي أجريت عليها الأبحاث العلمية وأثبتت صحتها؟ أعتقد أن المشكلة أخلاقية وليست علمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر